تفضل يا دكتور أنا آسف على المقاطعة يمكن بقى أنا أحب أقول حاجة مهمة جدا حكاة العدلي ذكرها التطبيق التكنولوج يمكن إحنا برضو كل حلقة بحاول دايما أذكر أعضاءنا وجماهيرنا وذكر نفسنا أن إحنا مجلس إدارتنا الموقع كان حريص أن يتبقى على الضوابات الرئيسية للنادي الأهلي الكلمات الرئيسية تاريخ مبادئ تطوير فآخر كلمة هي التطوير مستمر في النادي الأهلي والتطوير مستدام في النادي الأهلي والتطوير سمة من سمة النادي الأهلي فعندما كان هناك افتتاح مقر القاهرة الجديدة كان هناك انبهار بهذا الصرع والصرح الكبير ولم تمر أيام قليلة حتى أعلم مجلس إدارة النادي الأهلي أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات التدارية والقانونية لفرع العالمين النادي الأهلي دكتور سعد عندما يكون هذا هو تكوين مجلس إدارة النادي الهالي وهذه رؤى وهذا هو عنوان سياساته تاريخ مبادئ تطوير وعندما يكون جهاز الفن يرقصه أستاذ جامعي خبير تسويقي ماذا ننتظر إلا أن كل الناس اللي عمالها بتتكلم تقول لك والنادي الاهلي والنادي عرفته ليه النادي الاهلي يا جماعة سابق بخطة لأنه على طول بيفكر في بكرة وبعده على طول بيستند إلى العلم على طول بيلب الاحتياجات الواقعية الجماهيره مش منشاغل بغيره مش عندوش وقت يضيعه في المهاطرات أنا يعني كل ما يجي الدكتور سعد بتبقى فرصة نوري الناس هو النادي الاهلي بشاغل إزاي طيب ما فرصة أنا أسأل يا دكتور الجمهور بيسأل مشروع الأستاذ هل فيه جديد قريب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله قريبا قريبا سوف يكون هناك أيضا يعني احنا متعودين في النادي الأهلي نقول هنعمل ولكن عندنا في النادي الأهلي لما بنعمل بنوضح إزاي عملنا فهتكون إن شاء الله هتحراش المفاجأة أبراهيم حاجة مهمة جدا 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 يمكن إحنا زي ما قول الناس كلها كانت بتتكلم من فترة إن إحنا عندنا حاجة في العالمين النهاردة إحنا بنعمل أفرع ومش عايز أقول كلمة أفرع بنعمل أندية للنادي الأهلي في أماكن كتيرة المساحات بتاعتها في الحقيقة ما بتتلش يمكن إحنا فرع العالمين في هذا المكان الاستراتيجي مساحة فرع العالمين الأرض اللي تم تخصصها كلي بالحضرتك من الكلمة اللي أنا هقولها الأرض اللي تم تخصصها بالفعل من قبل وزارة الإسكان في الحقيقة 43 فبدان في هذا الموقع الاستراتيجي في الحقيقة عندنا على فكرة دراسات السلام دماء على النوشة اللي ما عملنا دراساتنا وصفنا العاد على الاستثمار بتاعنا شكله إيه والبنية التحتية التصور فيها هناك في مدينة العالمين شكلها إيه وحجم الاستثمارات يا دكتور سعد برضو حأقاطع مقطعة برضو بتدعم فكرك العلمي أنا كنت هناك الأسبوع الماضي في قعد الفنادق الحديثة التي أنشئت الأبراج الجديدة دي اللي شفته هناك حاجة عالمية صحيح والمنظر والشليهات اللي جوها البحر والبحيرات والبنية التحتية والتنمية اللي حصلة في المنطقة في وجود النادي الأهلي يا جماعة نحن نؤكد أن المنطقة العالمين ستشهد عصرا غير مسبوقا وهتشوف عمل نموذجي كما يتمنى كل المصريين وخصوصا الأهلوين يعني في حتة كابتن عدلي اسمح لي أخيرا أختم فيها إذا حضرتك تمحت لي وإستاذ إبراهيم فضل الجملة الأخيرة اللي حضرتك قلتها دولة مصرية واستثماراتها في العالمين النادي الأهلي كأحد المؤسسات الوطنية الرائدة دائما كثب كثب تنفيذ رؤية الدولة المصرية وتحقيق كل الأهداف الاستراتيجية لهذه الدولة وده دور النادي الأهلي دائما كمؤسسة وطنية عريقة مؤسسة وطنية كبيرة تدعم وتساند كل المؤسسات الوطنية المصرية وأيضا المؤسسات الوطنية المصرية تدعم النادي الأهلي فكل أول الأندية اللي راحت العالمين بسبع مستثمارات الدولة المصرية في هذه المدينة الوعدة إن شاء الله والتي سوف تكون محور حديث كل المدن العربية والأوروبية تماما دكتور وشكريا حضرتك جدا على هذه الإنفاضة وكل هذه المعلومات والأعتقد تسعة جماهير الناد الأهل وأعضائه شكرا جديد شكرا